لما نعرفت مثل غيري أن العلاقات بين السعودية ودولة تايلند من قطعة من أكثر من 30 سنة حتى هذه اللحظة توقعت أن السبب موقف سياسي معين أو شيء قريب من كذا لكن ظهر لي بعد فترة أن السبب جريمة سرقة جرت وراها أحداث عنف واغتيالات دموية رعتها الحكومة والنظام في دولة تايلند وما نحلت حتى هذه اللحظة البداية كانت في شهر يوليو من عام 1989 لما نغادر الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز رحمة الله عليه قصره مع عائلته متجه إلى خارج المملكة طبعا القصر كان يعمل فيه مسؤولين عن الصيانة وأجهزة الإنذار وعدد كبير من العاملين داخل القصر وفي أحد الأيام كان الفني المسؤول عن إصلاح جهاز الإنذار فلبيني الجنسية كان يعمل على تحديث جهاز الإنذار وكان يغير الرقم السري فدخل عليه في أحد الأيام عامل تايلندي يعمل في نفس القصر اسمه كاران كراي تشيشمونغ كاران كراي قاعد يتكلم مع العامل الفلبيني بشكل طبيعي وقاعد يدخل معاه في سواليف وفي كلام عام وعينه على جهاز الإنذار وعلى الأرقام السرية اللي قاعد يحدثها العامل الفلبيني في أحد الأيام دخل على القصر بعد ما غادروا جميع الموظفين وعطى الجهاز الإنذار ودخل وتسلل إلى داخل القصر لين وصل إلى داخل غرفة نوم الأمير في إصر دخل وفتح الخزنة وبدأ يطلع المجوهرات اللي في داخلها وفي نفس الوقت كان داخل هذه الخزنة الماس الزرقاء الماس الزرقاء اللي تعتبر من أندر أنواع المجوهرات واللي قيمتها تزيد عن 20 مليون دولار ومن عيار 50 قراط بدأ العامل كاران كراي وياخذ 5 خواتم ألماس ويلصقها على جسمه باستخدام شريط لاصق يجيب الشريط ويحط الخواتم الألماس ويلصقها على جسمه وبهذا كان الأسلوب ماشي في اليوم الأول أخذها بعدين وحطها داخل أكياس ومعدات تنظيف يقول كاران كراي باعترافاته بأنه ما قدر ينام في ذيك الليلة لأنه ما سرق كمية كبيرة وحس بأنه كان لازم يرجع في اليوم الثاني وبالفعل ظل يتردد على الخزنة إلى ما فرغها بالكامل وبعدها نقل المجوهرات هذه إلى مستودع مجاور من القصر ومن ثم أخذ هذه المجوهرات وشحنها داخل أغراض شخصية خصه وبدأ بهذا الشكل يرتب ويعد إلى السفر ومغادرة السعودية بدون عودة متجه إلى تايلند وخلى معاه 20 كيلو حملها معاه إلى المطار متجه إلى تايلند كان أكبر تحدي يواجه كاران كراي أنه كيف يمر من الجمارك التايلندية ولكن كانت فكرته بأنه يكتب على مظروف ملاحظة بأنه هذه الشحنات تحتوي على مواد إباحية خاصة وفي داخل هذا المظروف مبلغ 280 دولار ونجحت هذه الخطة لحسن حظه ومر من المطار ومباشرة اتجه على المكان اللي يسلم منه الشحنات البريدية ومن هنا توجه مباشرة على قريته وراح على بيته ودفن هذه الشحنات البريدية داخل حديقة في نفس بيته ومن هذه اللحظة بدأ يبيع من هذه الشحنات بالتدريج لين سار معاه مبلغ 120 ألف دولار وفي شهر نوفمبر رجع الأمير فيصل مع عائلته ودخلوا إلى الغرفة واكتشفوا أن الخزنة مسروقة بالكامل بلغوا السلطات وبدورها السلطات بادرت بالبحث عن الجاني وكانت كل الشكوك تدور حول العامل التيلندي وهنا تم التواصل بين الحكومة السعودية والحكومة التيلندية وبادرت الحكومة التيلندية في البحث عن هذا العامل وبالفعل قبضت عليه واعترف بجرمه وحكمت عليه الحكومة التيلندية بخمس سنوات سجن وهنا سلم طبعا كارن كراي المجوهرات المسروقة بالكامل ومن هنا بدت قصة جديدة من أعمال العنف والدم والاغتيالات وكل شخص يبغي يكشف الحقيقة ويوصل إلى الأشخاص المستفيدين من هذه المجوهرات ينقتل في ظروف غامضة وتحولت العاصمة التيلندية بانكوك إلى مصيدة للموت البداية كانت من مقدم الشرطة التيلندي المقدم كالوار كيرديت اللي اعتقل العامل التيلندي كارن كراي كالوار هذا كانت مهامه بعد ما يلقي القبض على كارن كراي يحصل على المجوهرات هذه ويسلمها إلى السعودية بالفعل أخذ المجوهرات وفي طريقه إلى المطار وقف على جم وبدأ يبدل المجوهرات الحقيقية بمجوهرات مزيفة بالتعاون مع شخصيات سياسية وأعوال له في الشرطة التيلندية واتجه على السعودية وبدأ يسلمهم المجوهرات في هذه اللحظة اللي بدأ يسلم فيها المجوهرات من هنا اكتشفت السلطات السعودية بأن هذه المجوهرات اللي سلمها كالوار مجوهرات 80% منها مزورة والباقي مفقود بدأت السعودية تشعر أنه في تلاعب في هذه القضية وفي أطراف قاعدين يحاولوا يخفوا الحقيقة عن أعين جميع الناس بعدها بفترة ظهرت زوجة أحد كبار المسؤولين التايلنديين وهي تلبس أحد المجوهرات المفقودة ومن هنا بدأ الجميع يشعر بأنه في شخصيات سياسية وبأنه في كبار الضباط منتفعين من هذه القضية ومرتبطين فيها بشكل أو بآخر وأرسلت هنا السعودية الدبلوماسي السعودي محمد سعيد خوجة وحددت إقامته في تايلند لمدة ثلاثة أشهر ولكن دامت إقامته بسبب ظروف هذه القضية إلى أكثر من ثلاث سنوات وضغطت الحكومة السعودية على الحكومة التايلندية وتحت هذا الضغط قدروا يوصلوا إلى تاجر الأحجار الكريمة اللي اتعامل معه العامل التايلندي وباع عليه المجوهرات الحقيقية ووجهت له الحكومة التايلندية تهمة استبدال المجوهرات الحقيقية بمجوهرات مزيفة وتم اعتباره شاهد رئيسي في هذه القضية وتحت هذه الظروف الأشخاص المرتبطين بهذه الجريمة بدأوا يرصدوا كل شخص يعرف أي معلومات عن الأشخاص اللي اشتروا من هذا التاجر أو رجال الشرطة اللي يحاولوا يوصلوا للحقيقة يتم قتلهم في ظروف غامضة وانقتل تحت هذا الظروف 13 شخص كان من ضمنهم زوجة وابن تاجر الأحجار الكريمة بعدها بفترة تم الحكم بالإعدام على الضابط التايلندي اللي قاد عمليات الاغتيال ولكن الملك التايلندي أصدر أمر بتخفيف الحكم من الإعدام إلى السجن لمدة 50 سنة ولكن هذا الضابط خرج بعد 19 سنة من السجن طبعا السعودية كلفت فريقها الأمني اللي يعمل بالسفارة السعودية في تايلند بقيادة التحقيق والوصول إلى معلومات عن الأشخاص المتورطين في هذه القضية وكان يقود هذا الفريق الدبلوماسي القنصل السعودي في تايلند عبدالله البصري وكان من فريقه عبدالله المالكي وأحمد السيف وفهد الباهلي ومعتقدم هذا الفريق في معلوماته جاءت التوجيهات باغتيالهم جميعا وكان أول الضحايا عبدالله المالكي رحمة الله عليه كان خارج في أحد الأيام من السيارة متجه إلى بيته خرج قاتل مجهول وأطلق عليه النار بعدها بفترة كان القنصل السعودي في تايلند عبدالله البصري رحمة الله عليه يخرج من سيارته في أحد الأيام ومتجه إلى بيته وفي هذه اللحظة هجم عليه شخص مجهول وأطلق عليه النار وأردته قتيل بعدها بخمس دقائق وعلى بعد كيلو مترين كان أحمد السيف وفهد الباهلي رحمة الله عليهم خارجين من السفارة متجهين إلى سيارتهم في المواقف وهناك هاجمهم شخص مجهول وأطلق عليهم النار وأردهم قتله بعدها بأسبوعين كان في رجل أعمال سعودي اسمه محمد الرويلي محمد الرويلي كان يملك مكتب استقدام في بانكونك وكان شاهد على عملية اغتيال القنصل السعودي في تايلند عبدالله البصري وكان يعرف معلومات كثيرة عن الأشخاص المتورطين في هذه القضية في أحد الأيام كان فيه اتصال بينه وبين أحد من أصدقائه وكان يتكلم معاه على أنه هو رح يرجع إلى السعودية في فترة قريبة وعنده معلومات خطيرة جدا عن الأشخاص المتورطين في هذه القضية رح يفصح عنها إذا رجع للسعودية وفي هذا اليوم كان فيه أشخاص من الشرطة التايلندية يتنصتوا على هذه المكالمة وفي نفس هذه الليلة هجموا عليه في الفندق وخطفوه وأخذوه إلى مزرعة بعيدة عن تايلند وهناك قتلوه وحرقوا جثته وسحقوا عظامه ورموها في البحر بعد هذا القتل والجرائم المتصاعدة خلونا نرجع نشوف كران كراي الشخص اللي بدأت معاه هذه القصة واللي سببت قطع العلاقات مع دولة تايلند حتى هذه اللحظة هذه العلاقات لما انقطعت مع تايلند سببت خسارة سنوية لها تقدر بعشر مليارات دولار نتيجة منع العمالة التايلندية من دخول السعودية ومنع السعوديين من دخول تايلند تحت أي ظرف وفرضت اشتراطات كثيرة على رجال الأعمال السعوديين في حال رغبتهم في الاستثمار في تايلند العامل التايلندي كران كراي خرج من السجن بعد ما قضى عقوبة لفترة سنتين وثمانية أشهر خرج بعفو ملكي لحسن سيرته وسلوكه وأصبح راهب بوذي ويقول بأنه نادم ويعتقد بأنه جميع مصائبه كانت بسبب لعنة المجوهرات اللي سرقها وما كان يعرف بأنها رح تسبب كل هذه التبعات وقرر يصبح راهب بوذي حتى يكفر عن ذنبه ويكرس حياته للأشخاص اللي ماتوا في هذه الحوادث وأخيرا ودي أقول بأنه رجال الشرطة التايلنديين اللي ارتبطوا في هذه القضية هما في واقع الأمر ليسوا رجال شرطة هما في النهار يلبسوا زي رجال الشرطة وفي المساء يلبسوا زي رجال الأصابات